في الفيديو بتاني نهر دي شباب هندي شوية ابرة عضل برضو دي ابرة عضل طفلة تمام اه اول حاجة طبعا بنعقم المكان بعد كده بنكون مجهزين الابرة معنا بصو في حركة كده بنعملها عشان الاطفال ما بتحسش اللي هو بنفضل نضغط بالقطنة او نمسح بالقطنة شوية ومرة واحدة نشيل القطنة وندخل بالسرنجة ففي اطفال ما بتحسش بالحركة دي لاننا بنضغط كم ضغطة وربعة وبعدين نشيل ايدينا او القطنة اللي احنا بنضغط بيها ونقوم بدخلها خلين السرنجة دي هتبقى كويسة اه في الابر للاطفال مش هتخليهم يحسوا بيها يعني فاهمين كم ضغطة وربعة كده وبعد كده ادخل بالسنة اه تاني ابرة معانا يا شباب برضو لطفل تمام بنبدأ ان احنا نعقم المكان وبندخل بالابرة بنسحب لفوق ما فيش دم بندى الابرة بتاعتنا زي ما احنا بعدين بنتلع وبندوس بالقطنة شوية الطفل ده بقى مش هيحس بالابرة طبعا عارفين ان اطفال من عمر يوم لعمر سنتين او تلات سنين مش بياخدوا في عضلة الاليا بياخدوا في عضية الفقد تمام فبنبدأ ان احنا آآ عضوية الفقد يا جماعة بنعرف ازاي بنحط سبعين كده عنده الربة وسبعين من فوق تمام من عنده الحوت والمنطقة اللي في النص دي عضلة الفقد اللي بندي فيها لطفل تاني حاجة يا شباب دي التطعيمة او الابرة اللي بتبقى في الدراع اللي هزي يعني قوح كورونا تمام بنبدأ بندي الابرة وبنطلع وبنلزق مكانها عادي لازم يا شباب نعرف ان الاطفال من عمر يوم لعمر سنتين او تلات سنين بنديهم زي ما قلنا في عضلة الفقد مش في عضلة الاليا تمام لان عضلة الاليا معاهم ما بتكونش تكونت تمام آآ فلو اديناهم فيها بتعمل اخطار كتير للاطفال تمام فما كنت تسبب فراج او حاجة فلازم الاطفال من عمري يوم لعمري سنتين بياخدوا في عضلة الفقد يا جماعة زي ما قلنا بنحط سبعين عند الربة وصبعين من فوق من عنده الحود والمنطقة اللي في النص دي هي عضلة الفقد آآ تمام وفيه كبارة عادي بياخدوا فيها لما بنكون آآ العضلة لعضلة الاليا نفسها آآ ازهارت بقى ابا يعني المريد ده بياخد ابا الكتير آآ فالاماكن دي يعني خلاص ببقتش مستحملة فبيضوا في عضلة الفقد آآ وبس جدا يا شباب الابرة التانية معنا طبعا زي ما قلنا اول حاجة بنعملها بنقسم الاليا الاربعة تربع بنحقم المكان كويس بندخل بالسن كله وبعدين نسحب لبرة نشوف يطلع معنا دم ولا لا وطلع في المكان صح ما طلعش فبنبدأ ان احنا ندي الابرة وبعدين بنطلع وبنضغط بالقطنة تمام نفس النظام هنا عقمنا المكان ودخلت بالسن كله تمام بعد كده بتسحب وبطلعش معنا حاجة فبتبدأ ان هي تدي الابرة اللي معاها بعد كده بتجيب القطنة تضغط عليها وخلاص اخر ابرة معنا يا شباب نيف الدرع برضو زي اللقاح تمام فبنبدأ ان احنا نحوض الابرة ونعقم طبعا المكان الاول كويس وبنبدأ ان احنا نحوض الابرة وبعد كده ونضغط بالقطنة يعني بنلزة اللزة زي دي كده